ذكر شهود العيان أن قوات الاحتلال قصفت أهدافا في أنحاء قطاع غزة بينما أسقطت طائراتها منشورات على منطقة رفح جنوب القطاع تحث الفلسطينيين النازحين هناك على المساعدة في تحديد أماكن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وأضف شهود العيان أن فصائل المقاومة تصدوا لذبابات تحاول التقدم مجددا إلى الضواحي الشرقية لمنطقة جبلية في شمال غزة حيث بدأت إسرائيل سحب القوات والانتقال إلى عمليات أضيق نطاقا هجمة بربرية شرسة لا تتوقف وصلت يومها السادسة بعد المئة وقصف وحشي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي شهده جنوب قطاع غزة وخاصة مدينة خان يونس التي صارت بؤرة جديدة مستهدفة للقتال البري والغارات على الرغم من الظروف الإنسانية المتدهورة هناك وفي أحدث حلقات العدوان استشهد العشرات وغالبيتهم من النساء والأطفال وأصيب عدد لم يتم إحصاؤه جراء الغارات المستمرة التي واصرت الليل بالنهار في أعنف قصف يشهده الجنوب القصف الإسرائيلي استهدف حي نصيرات وسط قطاع غزة وحي الأمل مما أدى لاستشاد مواطنين وإصابة آخرين كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ولم تكتفي قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الجوي وقذائف الدبابات برا فلجأت للقصف البحري حيث استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ومن مدفعياته الثقيلة ونيرانه إلى اعتقال آلاف الرجال في قطاع غزة وتتواصل الجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال في حق الأسرى في ظروف وصلت إلى حد التعذيب بحسب بيان ألقاه ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا أن الأسرح توجز في ظروف مروعة وفي أماكن مجهولة لفترات وصلت إلى نحو الشهرين وما زال عداد الموت لا يتوقف ما بين شهداء وآلاف من المفقودين تحت الأنقاض في وضع تعجز الإنسانية عن تداركه مع عجز الهلال الأحمر والإسعاف عن الوصول إليهم جراء القصف الإجرامي الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني